برعاية مجلة المجتمع الطبي رئيس مجلس الإدارة شريف شعبان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نحاول نلقي الدوء على القضايا المجتمعية المهمة والقضايا القومية اللي بتهم عامة الناس وجموع الشعب المصري والعربي الحقيقة النهاردة أول حلقاتنا بعد عيد الفطر المبارك طبعا وشهر رمضان احنا النهاردة رجعين بحلقة قوية جدا موضوع بيهم كل الناس يمكن قضية كلنا بنفكر وكلنا شغلين بالنا وكلنا بنحاول نلاقي حل وهي مشكلة أو أزمة سد النهضة يمكن أزمة سد النهضة يعني بقالنا مدة مناش كلام غير فيها ولكن كل واحد بيقول رأيي وإنما احنا نفسنا نسمع كلام يكون دقيق أو كلام يكون مبني على يعني أسس علمية ونقدر نبني فكرة يعني عن هذه المشكلة وإيه طرق الحل بتاعتها موضوع حلقاتنا النهاردة هو عن أزمة سد النهضة وطرق الحلول المتاحة عشان الخروج من هذه الأزمة بسعيدني الحقيقة أن نكون معنا النهاردة ضيف عزيز معالي المستشار رضا عبدالعليم الحبشي مستشار اللقات الدبلوماسية الخارجية بالمجلس الاقتصادي العربي التابع لجامعة الدول العربية برحب بحضرتك كل سنة وحضرتك طيب طبعا أنا بشكرك على حضورك وتواجدك دايما معنا وبنستفيد طبعا من خبراتك ومن معلومات اللي حضرتك بتمدانا بيها أنا أسعد بيك بتعديه وأسعد بالدليم ربنا يبارك في حضرتك يعني إحنا زي ما حضرتك بتشوف الشارع المصري في حالة ترقب وحالة قلق شديدة جدا بخصوص أزمة سد النهضة يعني يمكن أنا عايز نعرف للناس البسيطة إيه المشكلة دي جات إزاي؟ مشكلة تسد النهضة؟ هل هي مشكلة مستحدثة؟ أم هل هي مشكلة بيرجع عليها جزور تاريخية بقالها سنين فاتت؟ فياريت حضرتك تقول لنا إيه الموضوع يعني؟ نسترجع بس مع بعض أني كانت الأمبراطورية الحباشية والمملكة المصرية السودانية ونرجع وراء أيام الاحتلال مش مش نرجع كتير يومي ولكن نيجي هنا لنقطة معينة إمتى ابتدى التفكير في سد النهضة؟ ومين اللي حط اللابنة الأولى في هذه الفكرة وهذا المشروع؟ سنة 1956 ابتدت الإدارة الأمريكية وضع البزرة الأولى في الفكر الأسيوبي لعمل مشروع سد النهضة قاعد كم سنة؟ قاعد عشر سنة لغاية 1966 وكانوا بيسموه المشروع X ما أظهروش عنه لكن كانوا يقولوا ده مشروع المشروع X عشان يعطشوا الشعب المصري والشعب السوداني يعني ده نقول النوع مشروع استخباراتي مثلا؟ حطه تحت أي مسمى أي مسمى يقضي على كلمة شعب مصر وشعب السودان لأن إحنا المستفيدين من مياه النيل النيل الأبيض والنيل الأزر الدراسة عملت على منطقة بعينها اللي هي منطقة بلا شنقول اللي شميت سنة 1929 إلى بني شنقول نسبة إلى السكان الموجودين فيها اللي هما يتعدوا لأربعة مليون نسمة وهم من أصول سودانية يعني هنا بنتكلم على أرض اللي هم بيعايزين يعملوا السد دوت على أرضنا لأن إحنا كان يسمى التاج الملكي التاج مصر والسوداني أخبر حضرتك لما تم الفصل ما بين مصر والسودان وترسيم الحدود بينهما بقت بني شنقول دي تابعة للسودان في الأساس لكن متنازل عنها أيام الايه؟ أيام الاحتلال البريطاني وبني شنقول دول كان القبائل عربية كانت بتساعد مصر وبتساعد الشودان وبتساعد أسيوبيا في الاحتلال الإطالي ضد الاحتلال الإطالي يعني هنا دي على بلد سودانية قبل ما تبقى سودانية هي بلد مصرية يبقى اللي نقزوه؟ طيب انتو دولت انتو خدتوه هنا دي طيب شميت بلا شنقول هي كان اسمها الأول بلا شنقول أو الأراضي المرتفعة أو الصخرة المباركة أخبر حضرتك فلا مشميات لكن شميت بني لأن التسع أقليم اللي هم المكولين لأشيوبيا شميت بأكبر كل أقليم شميت بأكبر نسبة سكانية منسوبة إليه أو موجودة فيه فبني شنقول هي بالنسبة للعرب المتواجدين فيها اللي هم السودانيين طيب الفكرة زي ما نقولت حضرتك فكرة أمريكية والدراسات عملت من وزارة الداخلية الأمريكية من سنة 1956 إلى 1966 وكانوا بدأوا يعملوا الدراسات الأولية عالية وعملوا المساحات الميدانية بتاعتها وبدأوا يعلنوا عنه في 2010 أعلنوا عن الاسم وكان زي ما قولت حضرتك كانوا بتسموه الأول إيه؟ المشروع إكس ثم سموه المشروع الألفية ثم دلوقتي سموه مشروع النهضة طيب إيه مشروع النهضة؟ إيه هو فكرة سد النهضة؟ إيه الفكرة المشتوحى لسد النهضة؟ أول حاجة هي فكرة سياسية بحتة سياسية بحتة طيب ليه؟ لأن مصر دولة ذات قيمة تاريخية وذات قيمة فعلية في الوقت الحالي ولنا قرار لنا قرار منذ قبل من الفراعنة لنا قرار لغاية دلوقتي لنا قرار فقرارنا بيأثر على الدول قرارنا أوقوت مصر بتأثر على الدول المعادية طب هو أنت مين يا حديك؟ إلا دولة مش عايزك تكبر أو مش عايزك ترجع لما قبل اللي هو أيام الفراعنة كنا أعظم دولة دلوقتي إحنا رجع بنا الزمن بسبب الاستعمار لكن دلوقتي إحنا الحمد لله رب العالمين نخطو خطو سابتة بقيادة سياسية عاقلة وليست قيادة سياسية متأرجحة زي الدول أخرى ولكن إحنا القيادة السياسية المتوجدة حاليا متوجدة ومتوجدة سابتة لا فكر ومتسرعة في فكرها بس على أرض سابتة في خطو سريعة يعني إحنا الاقتصاد بتاعنا بيشهادة العالم كله في نموه في نموه شديد الحمد لله رب العالمين ويمكن كمان برضو أنا يعني أأكد كلام حضرتك إن احنا فيه أفزة قوية جدا بالنسبة للقوات المسلحة المصرية جيشنا أصبح دولاتي ليه مكانة عالمية وليه وضع يعني عامل رهبة فيه رهبة في المنطقة كلها من الجيش المصري ويمكن ده برضو يخلينا نأكد المعلومة اللي حضرتك قلتها إن موضوع سد النهضة هو مسألة سياسية طيب وضاي خليني أسأل حضرتك هل برضو فكرة سد النهضة هل هي زمانة معتقد أنا شخصيا هي بعيدة كل البعدة عن فكرة إن أنا عايز أول الطاقة أو إن أنا مشروع اقتصادي أم هل هي فكرة هيمنة على المياه مياه النهر الليل لا وصها أقول حضرتك حاجة بس نسترجع شوية حاجات كده بسيطة يعني الشوبيا عامل أربعين سد أربعين سد أخبر حضرتك ضررت السومال ضرر بليغ وما أنتجتش الطاقة طب لما تيجي على مصر والسدان وعايزة تنتج الطاقة أنا عايز أفهم هل بعد الملء الثاني ده أنتجت الطاقة قدامك أربعين سنة عشان تنتج الطاقة الكهربائي تشوف إحنا بنينا السد العالي في قديه وابتدينا ناخد منه كهرباء بعد قديه أخبر حضرتك لكن مش معنى هم المصدرين فكرة للمواطنين بتوعهم أو المواطنين السوبيا أني أول ما هننشي السد ده الكهرباء جدت طب ما أنت من أنهي من أنهي طريق طب ما فيه أربعين سد ما أنتجتش ليه أنتجتك كهرباء بتاعتك ضعيفة أو مش مكملة احتياجاتك وفي نفس الوقت ضريته السومال فيه بحيرات في السومال نشفت جفت أخبر حضرتك بسبب أسوبيا القرار الأسوبي متعند دائما أبدا متعند طب ليه طب ما أنت ضريت دول الجوار طب أنت دول الجوار ده هتسمى عليك طب ما يفعش لكن أنا دلوقتي أرجع تاني وأقول لحضرتك أن سبب بناء السد دوت أو قبل ما أقش في هذا الموضوع أقول لحضرتك أن القوات المسلحة المصرية هي القوات المسلحة المصرية لن تسمح فلن تسمح أما أننا نتكلم عن قوة القوات المسلحة المصرية وقوة الجانب الأسيوبي فلا مقارنة وده نسيبه للعسكريين وليس للدبلوماسيين ده للعسكريين والقيادة السياسية دي بتاعتهم لكن إحنا خلينا نتكلم عن المفهوم العام بتاع سددنا طيب خلينا نقول هل فيه آيادة خفية نقدر نحددها سواء كانت بقى الآيادة دي دول عربية أو دول أجنبية يعني مثلا فيه دوق بعض الدول نقدر نجزم إن هي لها دور في الأزمة زي إسرائيل مثلا أو زي قطر مثلا حضرتك شايف إن فعلا ده فعلا هما الدول دي لها دور فعلا فيه تفاقم الأزمة في الإجتماع الأخير لسيد سامح شركي وزير الخارجية قدام مجلس النواب اللي هي العلاقات الأفريقية نفى وجود أي تمويل من دول من دول من دول وليس الشركات من دول أو البنك الدولي قال لا ما فيش الكلام ده ولكن فيه بعض الشركات طيب بعض الشركات طيب ما نخش كده شوية كده أول حاجة شركة إيطالية شغلتها الوحيدة إنها تشيد السدود تاني حاجة شركة صينية ورى منها البنك الزراعي الصيني طيب شركة فرنسية شركة ألمانية طبعاً قطر وتركيا في المقدمة طبعاً كان فيه سري عربي منشوب للسعودية محمد العمودي وده من أصول السعوبية وكان ظهر اسمه جامد جداً فيه التمويل ولكن بعد وقعت القبض عليه لاتهامه بالفساد بالفساد في السعودية لأنه له أياد خفية فيه أماكن كثيرة وقبل حضرتك من ساعتها ما سمعناش عنه حاجة طيب كل الاجتماع ده المجتمعين دول جايين يسموا على مصر يعني مثلاً فرنسا آآ إيطاليا الصين ألمانيا آآ قطر تركيا جايين يسموا عليك بس منك قوي والقيادة السياسية بتاعتك قيادة متفتحة وليست قيادة منغلقة ابتدت إيه؟ ابتدت تفوق نفسك وتفوق لا والمشروع ده بدأ إمتا؟ جاي ما قلت لحضرتك الفكرة بيه بدأت سنة ستة وخمسين لما مصر قالت هنبدل السد الحاجة وانتهى إمتا؟ ستة وستين بعد منه العدوان سبعة وستين طيب ولا ده مش مربوط ببعضه أي طبعاً مربوط ببعض وليس مش مربوط ببعض وكان فيه محاولات طبعاً أيام الرئيس السادات وكانوا بفعلاً بدأوا ينشئوا فيه وتم ضرب السد في الوقت ده قصة معروفة يعني القصة دي معروفة بس إحنا دلوقتي قدام قيادة السياسية فهم كل شيء بيحصل حواليه طيب قول له دي أحضرتك مثل مثال ليس للحصر وأنا معليش هنخبك شوية من سد هو الاجتماع بتاع فرنسا الأخير كان في لإيه؟ للسودان اللي هي القمة المصرية الفرنسية اللي كانت يوم الاثنين تأليم طيب حضرتك انحل موضوع ليبيا وتونس مين اللي عمل كده؟ الرئيس السيسي خمشمائة مليون دولار لأعمار غزة مين اللي عمل كده؟ الرئيس السيسي مين اللي أسقط عن السودان كل ديونها من فرنسا الرئيس السيسي مين اللي جر مين اللي دخل تونس والجزاير وليبيا في الاجتماع رغم ان هو لا يعنيه لكن نرجع دلوقتي نقول ان عندنا القادة السياسية وعية وفهمة هي عايزة إيه بلدها مش عايزة إيه؟ وخلاص لأ ده هي عايزة إيه بلدها وإيه الشعبها نرجع تاني تصددناهم زي ما قلت لحضرتك هو مش هيولد كهرباء هو محطوط زي ما احنا بنقول كده شوكة في ظهر مصر لكن ايهات ايهات على من تتكلمون وتتحدثون احنا فاهمين دور كل بلد وكل شركة وكل فرد إيه؟ قطر عايزة قطر وتركيا عايزين يزراعوا مليون ونص فدان طب ما ملقيتش غير الأسيوبية طب ما فيش سودان ما عرضي في بلاد كتير عرضة عرضي للزراع عندك مشروع جدي؟ تعال ايه لا عندنا احنا بمصر لكن ما تجفف ليش لا هي موضوع موضوع سياسي زي ما حضرتك من قد موضوع سياسي بحض فعلا دي حقيقة موضوع سياسي بحض طب حضرتك شايف الموقف السوداني موقف مصر موقف السودان دلوقتي هي شبهة في عودة لمصر ولكن في بعض العروض من بعض الدول العربية باستثمارات كبيرة في السودان حضرتك متطمن لموقف السودان من أزمة صد النهضة؟ وليه متطمنش موقفش متطمن؟ ليه؟ ايه سبب؟ يعني كون ان فيه مثلا مطامع باستثمارات بالمليارات ده ممكن مثلا يغير اتجاههم او فكرهم او يحيدوا عن الازمة او ازاي؟ هما ممكن يكونوا رميين على مصر لان هي مصر اللي شايلة الليلة يعني تابعولي حريقة صدر المنظر المضرور الاول من مشروع سد النهضة السودان هو السودان ايه؟ المضرور يعني الضرر المباشر عليه السودان لان السودان محتمل كل وجزء في انتاج الطاقة وفي مياه الشرق وفي الطفرة الزراعية وفي الطفرة الصناعية على النيل الازرق والنيل الارض طيب لما ينحمل السد نبقى في كل ده وندي مثل بسيط السنة اللي فاتت او العام المنصرم زي ما يقول المثقفين ايه اللي حصل في السودان فايدانات عارمة وجفان حصل ولا ما حصل بسبب ايه؟ الملء اللي كان كان خمسة مليار متر مربع طيب ما بالك بالملء الثاني اللي هو تلتاشر مليار متر مربع هيحصل في ايه للسودان فازاي السودانة هتحيدة عن القضية بتاعتها؟ طيب الكلام ده كان ممكن يحصل ايه؟ ايام البشير والفكر الاخواني المسيطر عليه قطر وتوكي فمش البشير عادت البصيرة وعادت الفكر السوداني البحت الى زاكرته وقالوا لا مش ممكن ينبني السد ده ينبني بايه؟ ب اتفاق قانوني ملزم لازم كل يوم الشوبيا تبلغ السودان هي مالة قد ايه؟ وايه اللي حصل عندها؟ بتقرير شامل وكامل عشان ايه؟ ما يقصرش على الشدود الشداني طيب انا عايز اسأل حضرتك برضو موضوع مقلق ان انا شخصية الملء الثاني للسد هل ممكن ضرره يوصل ان يدخل مصر ده في حالة يعني لو تم ان يدخل مصر في ما يسمى بالشح المائي؟ بصف ان يقول له حرارك حالة هو من الصعب ومن المشتحيل الملء الثاني إلا بتوقيع اتفاق ملزم قانون مش ممكن لانه مش هيأثر لا تهيأثر ويأثر لان احنا بنعتمد سبعة وتسعين في المية من مياه الشرب ومياه الزراعة على النيل فانت دلوقتي احنا بنعمل اهم محطات بديلة بنعمل بدائل البدائل عندنا ان احنا بنعمل محطات تحلية في اسكندرية في مطروح في شبال سيناء في جنوب سيناء في المحافظات السحلية طب هل ممكن نستغل مثلا مشروع اللي كان طرح قبل كده اللي هو نهر القنون هل ممكن فعلا يكون بديل لفكرة مياه نهر النيل؟ احنا ما عندناش فكرة ولكن احنا عندنا تنفيذ احنا فعلا في بعثة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومن وزارة الري ومن وزارة الزراعة راحوا الكنغو وراحوا على ارض الواقع يعني ارض الواقع مش ان هو يبقى موجود لا ده ميش على رجليه على المسار بتاع نهر الكنغو وتوصيله لعندنا بس في اقابات كبيرة جدا هي مش مستحيلة مفيش حاجة مستحيلة على الشعب المصري مفيش حاجة مستحيلة عن الشعب المصري او القادة السياسية اللي موجودة حاليا طيب احنا يعني هو وقت البرنامج قرب يخلص يعني في فضل ديئتين تلاتة يعني بس انا عايز سؤال لازم اسأله لحضرتك الى حد كبير ممكن ندخل في فكرة الحل العسكري ده في حالة تعنت الادارة الاسيوبية ده امر مطروك للقادة السياسية وانا متأكد ان القادة السياسية في مصر والسودان مش هي مش هيسيبوا اي طريق اللي يكشو فيه لان خوفا على الشعب وعلى مصائر الشعبين لان احنا اسمنا ايه شعبي واد النيل شعبي واد النيل مش شعوب واد النيل مصر والسودان فهم ان كانوا هم كانوا دولة واحدة اصلا وما زال على فكرة انا حتى اللي كان ليه اصدقائك كتير من السودان كنت دايما بحس بحب شديد جدا للشعب السوداني للشعب المصري كلنا واحدا يعني يمكن فيه شعوب عربية نشوف اسوار ونشوف السودان نشوف اسوار ونشوف السودان نفس حسن هم نفس حتى من فريقة الكلام نشوف النوب بقى طيب آخر حاجة الدور الأمريكي يعني أنا شايفين أن أمريكا ما هيش جدة أو دورها ماهوش دور فعال في حل الأزمة حتى بالتصريحات اللي هي طرعت لسه مؤخرة من يوم الجمعة تقريبا إنها بتحس على فكرة إن احنا لازم نعود ونوصل لحل وكده شايفين ده حاجة فعالية يعني هل أمريكا فعلا عايزة توصل لده ولا هو مجرد شوه بتشوه لحضرتك في عجالة كده أنا بس قبل ما نخدم بس أقول كلمتين بسات بس خلينا في الموضوع السؤال لحضرتك أطرح أمريكا هي اللي حطت يعني حطت حطت حركة في نص دقيقة كده الفكرة بتاعت سد النهض فإزاي هي اللي هتكون الحل هي هتكون الحل بقوة القادة السياسية المصرية وهي دلوقتي في اتجاه للحل وهتحل ده لو هي عايزة تحل لا وهتحل وهتحل لأن القادة السياسية بتاعتنا قيادة وعية وعية جدا 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 طيب تمام يعني يمكن أسئلة كتير جدا وإحنا كنا عايزين مثلا وقت الحلقة يكون أضعاف الوقت وطبعا وطبعا الكلام مع حضرتك ممتع جدا وأنا الحقيقة تشرفت جدا بوجود حضرتك معايا وطبعا نتمنى أن يكون في لقاء تاني وتالت وبنشكر حضرتكم طبعا على حص أنا ليه كلمة بعيدا أحمد للقوات الأريترية للدخول لقليم تيجري أين أنتم يا مانحي الجوائس أليس كان من الأفضل أن يكون السيد الرئيس عفتاح السيسي الوقت خلص الوقت خلص ما اعتذر لحلقة لا 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 ديش بشأن بنشكر حضرتكم وعلى وعدة باللقاء شكرا لحضرتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة هذا البرنامج برعاية مجلة المجتمع الطبي رئيس مجلس الإدارة شريف شعبان